كما عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره البرازيلي مارو فيرا على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية هذا وأكد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الجانبين من أجل توسيع ناطاق النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية تحديدا في إفريقيا التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية قوية خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القرية حيز التنفيذ كما ناقش الوزيران التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط واتفقا على خطورة جراف المنطقة لحرب إقليمية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة حيث أكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية